موسيقى ماذا تظنون الطفل المولود؟ أول كلمة ينطق بها طبعاً أول من يرى أول من يتلفز اسم هو ماما أم هل سمعتم أو رأيتم حيوان حتى حيوان غير ناطق يقول ماما طبعاً أنا شاهدت على تلفزيون ومرة هناك كلب زكي جداً ربح عشرة ألاف دولار لأنه لفظ بكل وضوح كلمة ماما ماما هو الاسم الجميل الذي في كل اللغات الناس يغنون أغاني الأم أغاني للأم ست الحبايب يا حبيبة يا أحلى من روحي ودمي أغلى من روحي ودمي يا حنينا وكلك رضا أنت يا أمي أمي غنت فيروز لها أيضاً أغاني كل يوم أيها العزاء كل يوم ليس فقط يوم الأم في كل البلاد هناك ربما بكل بلد أو شعب هناك عيد للأم لازم يكون الحقيقة كل يوم من أيام الحياة الإمرأة أو الأم الفاضلة المؤمنة هو عيد لها لذلك أنا بكرت أن أتكلم بمناسبة عيد الذي قد يأتي أو أتى لأنه عندي أنا أربع أمات وبشكر الله من أجله وخاصة أم أولادي أنا لم أقرأ ولم أسمع أي أم تعبت وتتعب وتضحي وتعلم وتتصرف بكل إيمان ومحبة ولطف وصبر كزوجتي طبعاً أمي كانت أم أيضاً مسيحية ومؤمنة وكان والدي قاسي القلب قاسي وربما كان يظلم أولاده وعندما كان يغضب كان يأتي لي ويدرب بقساوي فأمي كانت توقف بين والدي بي وبين بين أخي وقال له يا أبو مخيل أرجوك كرمال الله برحمة أمك وبيك اضربني أنا وما تضرب الأولاد لدرجة أن أمي كانت مستعدة الحقيقة تضحي وتتعلم حتى بي ما يضرب ويظلم لذلك هل سؤال سؤال هل الأم الفاضي هي فقط التي تلد أولاد هناك أمات أنا سمعت شيء محزن جدا جدا أم أم تبيع أولادها من أجل المخدرات أم تقتل أولادها لغاية شهوانية في تصرفها مو كل اللي يولدوا لا ليس كل الأمات اللواتية لدنا الأولاد هنا بالحقيقة أمات هناك أمات ما عندهم أولاد لكن عنايتهم ومحبتهم وخدمتهم نشوف بالتاريخ أكتر من أم سميت أم مع أنها ما عندها أولاد لأنها ربّد هناك مع الأسف أقول ذلك الحيوانات بتجيب أولاد مو هذا الشيء اللي بيشوف حاله فيه أنه أنا عندي أولاد وانت ما عندك مثلا أم أم سموئيل أم سموئيل ما كان عنده أولاد وكانت تاني زوجة زوجة ثانية لزوجها قانا كانت كان عنده امرأة تانية كان عنده أولاد وكانت تضحق على أم سموئيل وتستاذق بها وتحتقرها وكانت أم سموئيل ما عنده أولاد كانت تبكي لكن الربع عطاها وتأملوا هذه التربية العظيمة حتى جعلت من سموئيل من أعظم الأنبياء وكان الولد الذي تكلم معه الله وقال تكلم يا رب لأن عبدك سامع هذه الأم هذه الأم تستحق التقدير والإكرام وبدي أرجع وفكر بأم كثير عاقلة ونحن منطوبها الأم اللي وصفها سليمان اللي كان عنده عشرات النساء لا بالمئات لكن بالأخير وجد يمكن لم يجد حتى امرأة واحدة كانت هي الامرأة الفاضلة لكن كتب عنها كتب امرأة فاضلة أو ام فاضلة من يجدها لأن سمنها يفوق وصف جميل جدا تراقب هذا موجود في سفر الأمثال الحادي والسلاسين يقول تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل يوم يقوم أولادها ويطوبوها تباكي يا أمي شكرا يا أمي زوجها أيضا يمدحها بنات كسيرات أو أمات كسيرات عملنا فضلا أما أنت ففقت عليهن جميعا الغش باطل الحسن باطل عفوا الحسن غش والجمال باطل أما المرأة الأم المتعقلة التقية هي تمدح أعطوها سمر يديها ولتمدحها أعمالها في الأبواب يعني هذا وصف رائع للأم اللي هي الله بتوقع أنها تكون موجودة في كل بيت المؤمنة الأم الفاضلة ليست من ترضع الأطفال حليبا أو تطعمهم طعاما جيدا أو تهيئ لهم لباسا جميلا هذا جيد لكن الأم الفاضلة الأم العاقلة هي التي تطعم أولادها كلمة الرب التي تربيهم وتعلمهم الطهارة والطاهة يقال يقال بأن الشيطان كان غضبان على قرية هذه قصة خيالية لكن فيها درس فيها عبره وأراد أن يذهب لتلك القرية ويلقي بصخرة كبيرة تدمر وهو يجول حول تلك القرية رأى أم تصلي لولدها المريض تصلي وتطمن الله فهرب هرب إبليس المجرب وترك نحن أيها العزاء بهالعصر هذا لدينا كل الأشياء العصرية المريحة البيت فيه كل شيء لكن حاجة العالم حاجة البيت حاجة كل مكان هو إلى أم فاضلة إلى أم مؤمنة عاقلة مضحية وهناك أقوال كثيرة هناك أقوال كثيرة الأم التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسار الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي بالحقيقة نواة الحياة نواة المجتمع هي أم فاضلة كتبت عنها كاتبة ملهمة اسمها ألين هويد إن عملها يفوق عمل الملائكة لا بل الملائكة تشتهي أن يكون لها هكذا عمل كعمل الأم العاقلة المؤمنة الله وحده عمله أعظم من عمل الأم لذلك عندما ندرس عن الأم ينبغي أن ننظر إلى أم خاصة أم السيد المسيح التي هي القديسة مريم إمرأة فاضلة وهي من أعظم النساء حتى عند الأخوة الإسلام يقولون هي أفضل نساء العالمي أفضل أم الديسي مريم أيها العزاء لم تعتني بيسوع الطفل البشر الذي صار بشرا من أجله وتواضع لم تطعمه الطعام الجيد بل كانت هي المعلمة يسوع لم يذهب إلى مدارس ولا إلى جامعات ولكن كانت الأم الفاضلة التي لا أطعمته الطعام الجيد واللباس الجميل لكن أيضا أعطته أيها العزاء المعرفة فعلمته علمته لذلك علمته الكتاب المقدس لذلك يسوع كان يحرف الكتاب المقدس بشكل جيد كانت مريم بمناسبات كثير الأم تفتخر بابن يسوع المسيح وكان هو يوقرها ويحترمها ويحبها أيضا نأقص سارة أي كانت امرأة فاضلة وربت قال عنهم القديس بطرس النساء القديسات المتوكلات على الله غطاهم اسم كتير كتير حلو وصف جيد جدا لذلك وماذا عن أم موسى أم موسى كانت أم الله أكرمها حتى استطاعت أن تخلص ابنها موسى من الموت اللي كان محتم على الصبيان في مصر خلصته الله خلصه لكي هو يخلص شعبه من أرض العبودية ماذا فعلت علمته بأرض العبودية هناك حيث تعبد الأوسان والتماثير والصور والآلهة المتعددة علمته عن الإله الحقيقي إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله الذي خلق السماوات والأرض وقالت له يا ابني أنت هنا لكي تخلص شعبك والرب قادوا حتى صار في قصور الفراعنة وكان مقدرا له أن يكون الفرعون لكن بالفعل الله استعمل موسى لأبا أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالحري أن يزل مع شعب الله وأن يذهب ويرعى الغنم ويعيش في البرية لبل لم يستطع دخول أرض نعود لذلك الأم كانت هي وراء هذا المنقذ الذي حرر سمويل درسنا عنه وكان أيضا مثالا ونبيا صالحا ديسي مريم أيها العزاء كل الأجياء تطوبها البعض يظن بأن هؤلاء الناس الذين يسمونهم أنفسهم مجيئيين أو ما بيحبوا وما بيأدسوا أيها العزاء نحن نبارك ونطوب ونحترم ونوقر وأيضا نأخذ أم يسوع المسيح الأم المتواضعة البسيطة اللي قالت أنا أمت الرب تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي هي أيها العزاء تستحق كل تطويب وكل أم كل أم ينبغي أن تتشبه بها لا نقول لكل أم أن تعبد القديسة مريم لا تطالب أحد بأن يتعبد بها أو يتشفع بها أنا واثق تماما إنها تقول كما قالت للتناميذ اعملوا ما يقوله لكم عندما أول أول عجوبة يسوع عملها في العرس وجاءت لكي تطلب منه أن يعمل عجوبة لكي تفتخر به أمام الناس قال لها أنا واثق تماما يا أمي يا أمرأة لم تأتي ساعاتي فقالت لهم كل ما يقوله لكم يفعله ونحن اليوم الإديسي مريم الأم الفاضلة بتقلنا كل ما قاله يسوع أعمله لازم نسمع وسيطها للإديسي مريم هي الأم الفاضلة وهلأ اسم مريم كتير محبوب بكل العالم عند اليهود عند الأخوة الإسلام وعند المسيحيين مريم وأيضا قريبتها ألي صابات ألي صابات كانت إمرأة فاضلة نشكر الله من أجل لازم النساء والإمات يكون عندهم وقت يقروا الكتاب المقدس ويشوفوا أنه بيقدروا يتمثلوا بحن يم سمئيل بألي صابات بأم موسى ويعلموا أولادهم الطريق والحق كل من يحفظ وصلي الله ويؤمن بالإله الحقيقي هي أم فاضلة والرب يكرمها ويباركها في قصة كتير كتير مهمة لازم نحن نفكر فيها امرأة فقيرة فقيرة عندها ولد وحيد وهذا بيصير كتير بإيام ما كان في مساعدة للفقراء ما كان في عون كانوا يتعبوا كتير فكانت عندها هالامرأة هالام ولد ولد واحد كانت تعمل ليلة نهارا لكي تهيئ له حياة جيدة وعلم وثقافة هالولد هدي إصلا حقيقية هالولد هيدا بالفعل ما خب أمه أطاع أمه وهذا الشيء لازم نحن هدي لازم نفكر فيه بكل بكل إخداص وبكل وعي إنه إطاعة الأم والأب هدي وصيه من وصي الله العشر أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على وجه الأرض فهالولد هيدا لم يخيب أماله فأخذ أعلى الدرجات الشهادات والعلم وعند يوم تخرجه كان من الأوائل ووقف لكي يعخذ الهديئة والتقدير قال بتسمحوا لي أني ادعو أمي قالوا له ليش قال لن أنا بدي أدعي أمي توقف جنبي فأتت تلك الأم المتواضعة الكبيرة بالسن وتقدمت الأمام فأخذ الولد الشهادي اللي أعطا إياها الرئيس الجامعة وأعطاها لأمه وقال أمي هي التي أوصلتني لهنا وبالفعل أنا بعرف حتى قصص اليوم حقيقية مثل هالأم هاي اللي يضح لكن في قصة تاني بالحقيقة العكس تماما شي محزن تماما قصة كانت عنده ولد كمان هذي حدثت أو تحدث هالولد هيدا من طبيعة الأطفال أنه بيكون عندهم بدم بالاسم صورت وبالخطيئة حبلت بأمي فهالولد هيدا كان ميال للسرقة للكزم أمه كانت تعرف كانوا الناس يقولوا لا يا أم حنى ابنك هيدا سرقلنا بيضات الدجاجات أو سرق التفاحات من الشجرات ما تجي تقول له يا أبني خطيئي لا تسرق هيدا حرام الله بيقول هيك لا بعدين هالولد هيدا كبر وراح مع مجموعة سيئة سرقة مخدرات وخمر فصارح الولد يسرق يدخل البيوت ومر طر أو موتر من الخوف حتى تكشف السرقة ويوضع في السجن لأنه وضع في السجن قبل مرات قتل رجل البيت وحكم عليه بالسجن شنقا شنق لكن هو قالوله هني قبل أن يشنق شو بتوصي شو بتريد قال لي نخلي أمي تجي لعندي توقف جنبي فكروا أنه مشان أمه تعزي أمه كانت تبكي عليه أمه كانت تبكي عليه وقت قدمت ووقفت جنبه طلعوا قال لي يا أمي أنت سبب وصلتيني للمشنقة بكت وصرخت قال لي أنت وقتل كان لازم تعلميني وتنبهيني وتنزريني حتى لا أسرق لا أقزب ما كنت تعملي هالشيء هذا أيها العزاء هذا يحدث دائما أنا أقول للأم في عيدك في كل يوم خاف الله ربي أولادك التربي مثل نعمات الفاضلات القديسات المتوكلات على الله مثل هؤلاء اللي وصفهم الكتاب المقدس امرأة فاضلة من يجدها ام فاضلة من يجدها يقوم أبناؤها ويطوبوها زوجها يمدح في الشارع لذلك ممكن الله أوصى الأولاد أولاد أكرم أباك وأمك واللي يحتكر تأديب أمه وإنزار بيه أهل الكتاب المقدس الطيور بتقور عينيه وكلها فراخ النسور يعني هادي بيستهلوا العقوب من سب أباه أو أمه يرجم أو يقتل هيك الله بغار وذا أمك من قال هذه الكلمة طبعا أنتم تتذكرون السيد المسيح لم ينسى أمه أبدا لم ينسى أمه يسوع السيد المسيح مو بس مريم كانت أمه تعرفوا مرة كان هو يعلم ويشفي المرضى وكانوا التلاميذ حوله فأخوته اللي هني كانوا أولاد يوسف أكبر منه الديسي مريم كان عندها فقط يسوع وكانت هي جاي تبحث عنه ما يبحثوا عنه خايفين عليه لأنه اليهود والكهني يتآمرون عليه فهو ما يعلم ويشفي شخص دخل وقال له يسوع أمك وأخواتك بره طالبينك أنت لازم تروح لعندهم طلع يسوع بكل تفهدو قال من هي أمي من هم إخوتي مو معناته هو نكر أمه حاشا أنا عندي مسؤولية عائلتي مبأت أمي وأخواتي بالناصرة أمي وأخواتي هني كل الذي قال وأجابهم وقال من يحفظ كلام أبي هو أخي وأختي وأمي كل أم فاضلة كل بنت هي أخي المسيح كل أم فاضلة هي أم المسيح لذلك يسوع أيها العزاء على الصليب لم ينس أمه وكان واقف عند الصليب القديسة مريم ويحنى اللي كان يسوع أريبه جسديا كان ابن خالد طلع يسوع ما نسي أمه وهو بالآلام نظر إلى يحنى مريم كتفل وهي كانت مطيعة للأله اللي أعطاها أنت ربي المسيح وأعطاها الامتياز والفخر أنت ربي المسيح هو ذا أمك فأخذها يحنى إلى خاصة الكاتبة الملهمة ويت قالت الله بارك بيت يحنى بسبب وجود الديسي مريم في هذا الديسي مريم الديسي مريم ما انتهت مهمتها أيها العزاء حتى عندما كانت تلاميذ بعد موت المسيح وقيامته وسعوده راحت مع التلاميذ كانت تجتمع كانت امرأة فاضلة متعبدة نعم امرأة ام فاضلة كنا مع الأسف أنا بدي هادي انزر الأولاد كنا نزور أنا وزوجتي المأوى العجزي هناك الأمات والبيات اكبار بالعمر كانوا يبكوا ويقول أولادنا هملونا هملونا ما بي ما بيجول عنا نادرا ونحن هملونا نحن بهذاك الوقت الأمات والبيات بحاج كتير اليوم بهالعصر هذا عصر تمرد الناس محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين غير طائعين لوالديهم شريسين بلا حن وبلا رضا الله الله ينزل هذا الجيل الله أرسل إلي لكي يرد قلب الأباء إلى الأبناء وقلب الأبناء إلى آبائهم لألا آتي وأضرب الأرض بالعن اليوم تمرد هنا على الله وعلى القوانين وعلى الأهل لذلك الله ينزر هذا الجيل ويقول اكرم أباك وأمك ربي باركنا أمين